السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي على قناتكم منير ايربي زيرو سيس في هذا الفيديو الجديد والحلقة الجديدة اهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بكم اتمنى انكم بسحة جيدة وبخير عيد سعيد ومبارك لكل امة الاسلامية وللجزائرين والمغاربة خاصة جزائرين ومغاربة جزائرين مقيمين في المغرب مغاربة مقيمين في الجزائر صراحة هذا الشعب العزيز على قلبي كثيرا وعلى قلوب الجزائريين الشعب المغربي والله نحبكم في الله كجزائريين واعرف انكم تبادلوننا نفس الشعور اخواني اخواتي المغربة فنستغل هذه الفرصة بمناسبة حلول عيد الاضحى اننا نبارك لاخواننا واخواتنا من المملكة المغربية عاش الشعب المغربي الاصيل الحر الطيب الشعب الثائر الشعب المغربي الرجولة صراحة اخواننا واخواتنا من المملكة المغربية كجزائري ابعث برسالة سينم وسلام امن وامان ووئام لكل المغاربة 40 مليون و45 مليون مغربي تحياتي لكم جميعنا اهونهوت الكرام صراحة انشفنا جزائريين كيف فوتوا العيد في المغاربة لم يتعرض لأي اهانة او لسبو الشتم جزائريين في المغرب يضحيوا في هذا العيد صراحة في اجواء اخوة ومحبة وسلام بين اخواننا المغاربة والجزائريين المقيمين في المغرب شهادنا فيديوهات عديدة صراحة انا شخصيا وفيديوهات لاخواني من جزائريين في المملكة المغربية كيف فوتوا العيد مع خوتهم المغاربة صراحة صور تثلج الصدر ولكن لماذا الكثير والعديد من رواد مواقع توصي اجتماعي من صنع المحتوى لا يثيرون البلبلة ويشعلون من نيران الفيديوهات التي قدموها اخواني الكرام عبر قنوتهم التعالفتنة وعلاش ما يتكلموش على هذا المواضيع ايضا التي تثلج الصدر بين الشعبين الشقيقين والله يهدي كل من يصنع الفتنة ويشعل نيران فتنة بين المغاربة والجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي في الواقع شفنا مغاربة هنا في الجزائر صراحة يتحدثوا بشكل ايجابي على الشعب الجزائري والطيبال تلقوها هنا مع خوتهم الجزائريين وفوتوا العيد بسلام والحمد لله صراحة هذا الشعور المتبادل بين المغاربة والجزائريين دائما وابدا وفي الماضي والحاضر الرغم المشاكل التي يصنعها النظامين والحكومتين هدهم الله ان شاء الله يوصل الجيوم وانتفتح الحدود كما شفنا العديد والكثير عندهم سنوات لانه كان ينسل الترحم بين المغاربة والجزائريين هناك من لديه سنوات وعيش في الجزائر وما يقتشير روح المغرب لانه غلاء التذكرة مع الأولاد التعو بزاف صراحة هذا الله الحكومتين الى الطريق الصواب وفتح الحدود صراحة احنا نعرف انه دائما دول قوية في العالم ما زالها تتحكم فينا اخونا اخوة الكرام صراحة استغلوا هذا العيد الاضحاء اننا نشروا رسلة الحب والوئام والسلام بين الشعبين الشقيقين بين الاخوة صراحة كان الناس عنده ولده ولده في المغرب ثم جاء للجزائر ولد الولد التعو هنا في الجزائر واحد عنده جنسية جزائرية والاخر جنسية مغربية اذا لنويني فرق بين الاخوة ويتحدثون صباحا ونهارا ليلا ونهارا وجهارا في قنوتهم الفتانة عن اندلاع حرب بين الجزائر والمغرب والله تغيظوني والله صراحة هذا ما طعف العقول صراحة لمرض في قلبهم والمرض الكبير هذا هم الله من الجانبين ومن الطرفين نحن اخوة اخوة وللأبد شئتم ام ابيتم اذا احبتوا تنفجروا انفجروا انفجروا هذه هي الحقيقة في الواقع شفنا اجواء اخوية بين المغرب والجزائرين في الشارع الجزائري والشارع المغربي صراحة صور وفيديوهات تثلجوا الصدر ولله الحمد انفجروا اصحاب قنوات الفتنة اذا رسالة تعنا كانت هذه اقصيرة فقط هنا وتلك كرام اكتبوا اراءكم اسفل في التعليقات ولنا عودة قوية وقوية جدا في القناة هذا الايام المقبلة بحول الله تعالى ونقول الفيديوهات الرياكسي ونشروا رسالة الحب والاخوة والسينما والسلام بين الشعوب وخاصة المغاربة والجزائريين دمت فرعة لهم حفظيها وفي الاخرير من ننساوش خلونا نعيش في سلام